المعلقات هي قصائد عربية شهيرة خلال العصر الجهلي سميت هكذا لأنها كانت تعلق على الكعبة تقديراً لأهميتها ويختلف النقاد في تحديد القصائد التي احتلت هذه المنزلة فيراها بعضهم سبع قصائد ويراها غيرهم عشرة وطوالع المعلقات السبع هي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي مرء القيس لخولة أطلال ببرقتي ثهمدي طرفة بن العبد أمن أمي أوفا دمنة لم تكلمي زهير بن أبي سلمة عفت الديار محلها فمقامها لبيد بن ربيعة هل غادر الشعراء من متردمي عن ترة بن شداد ألا هبي بصحن كيف أصبحينا عمر بن كلثوم أذنتنا ببينها أسماء الحارث بن حلز اليشكري ترجمة نانسي قنقر